السيدة المسيرة للجدل ليلة عبداللطيف او سيدة التوقعات زي ما بتحبي يتقلها مؤخرا بقت اشهر من نرع العالم واسمها بيتكرر دايما في الاخبار والبرامج وكل كميوم اسمها بيكون ترند على مواقع التواصل الاجتماعي وليلة عبداللطيف سيدة اعمال لبنانية مصرية بتدعي دايما انها مش عرفها ولا بتتنبأ بالمستقبل لكن عندها قوة الهام على حسب كلامها وبتقول انها مش مؤمنة ابدا بقراءة الفنجان ولا كروت التارو اتشهرت ليلة لدرجة ان اسمها بقى معروف بين كبار السياسيين والاقتصاديين والفنانين وكمان في شركات عالمية بتطلب منها المشهورة ده غير علاقتها برؤساء الحكومات والامراء اللي بتتنبأ لهم وفتكروا الكلام ده كويس علشان هنرجع له ثاني بعدين بس خلونا الاول نعرف مين هي ليلة عبداللطيف اتولدت ليلة في بيروت والدها الشيخ محمد عبداللطيف كان مفتي مصري في الجامع الازهر وتوفى وهي عندها 8 سنين علشان كده هي مش فكرة عنه حاجات كتير بس بتقول انه كان بيحس بالحاجات قبل ما تحصل لكنه كان بيرفض يتنبأ لحد اما والدتها فهي سيدة لبنانية وليلة هي الابنة الكبيرة في اسرتها وعندها اختين من والدها المصري وثلاث اخوات من زوج امها اللبناني وبعد تخرجها اشتغلت سكرتيرا في السفارة المصرية وبعدها اشتغلت بيعة في محل وبتقول ان موضوع التنبأ ده بدأ معاها بعد وفاة والدها لكنها ابتدت تمارسه بعد التخرج وده في حدود ديئة جدا يعني بين عائلتها واصدقائها المقربين بس اللي كانوا بيستغربوا جدا التفاصيل اللي هي عارفها فقالت مرة لولدتها ان جدها هيروح يحج ومش هيرجع تاني وبالفعل ما تجدها في المدينة المنورة وقالت انها كانت بتفرح لما توقعتها بتتحقق من غير اي اعتبار للحدث وده لانها كانت صغيرة ومش فاهمة العواقب وبعد فترة بدأت ليلة تفكر في بزنس خاص بيها ولان كان عندها خبرة بالمزيكة بسبب شغلها فترة كديجي في الحفلات ففتحت محلين الموسيقى وبعت اول ست في لبنان تشتغل في المكساج فكانت بتنزج الاغاني واتبعها في شراية كاست اتجوزت ليلة مرتين الاولى من السعودي حميد واكد اللي انجبت منه ولد وبنت والتانية من اللبناني مارك ابو جودة اللي اتجوزته بعد قصة حب خليته يدخل الاسلام علشان يتجوزها وفتحوا مع بعض محل لبيع المنتجات الغذائية ولحد دلوقت كانت ليلة بعيدة خالص عن مجال الاعلام لحد مجالها احد قريبها وطلب منها تروح معايا بيت سمير طنب المعروف بتوقعاته وسمير طنب ده قدر يتعرف على قدرات ليلة ويطلب منها تشاركه في برنامج مرايا الحاز سنة 1990 مع الاعلام جورج شهوان واشتغلت في قناة MTV اللبنانية وظهرت في برنامج سارفي شو لمدة 3 شهور كانت بيتجاوب فيهم على اسئلة المشاهدين وفي القناة كانت بتقابل نجوم ومشاهير كتير جدا منهم المطرب ربيع الخولي اللي قالت له انه هيخسر شخص عزيز عليه وهتقابله بعد كده في دير ووقتها زعل الخولي من كلمح جدا وكان في عز نجوميته لكنه للأسف فقد أخوف حادث واعتزل الفن وبقى الأب توني الخولي ومن بعدها ظهرت ليلة في كتير من البرامج التلفزيونية وفي الوسائل الأعلامية المختلفة ومن أشهر البرامج دي الحلقات اللي قدمتها مع نيشان على MTV ومع توني خليفة على القاهرة والناس وقدمت برنامج كامل لوحدها اسمه التاريخ يشهد وبرام كل ده الا ان ليلة عبداللطيف ما كانتش معروفة خالص في مصر أما شهرتها الحقيقية في مصر فابتدت بعد توقعها طلاق ياسمين عبدالعزيز وأحمد العواضي ولما انفصلوا بالفعل الناس بدأت تركز معها وتهتم بتوقعاتها وكمان تدور وراها فياسمين عبدالعزيز مثلا لما تسألت عنها قالت أن ما فيش طلاق بيتمى من غير مشاكل وأن ليلة أكيد عرفت بالمشاكل دي من حد قريب منها اتلقيت الحكاية قريبا سيتم مش عارف ايه ياسمين عبدالعزيز وانفصال ياسمين يعني هو طبيعي أي اتنين بيتطلقوا بيتطلقوا في ساعتها وأكيد فيه قابليهم مشاكل صح وأكيد فيه ناس حوالينا بيبقوا عارفين وأكيد حد بلغ يعني أو قال وبعدها توقعت ليلة وفاة رئيس دولة في حادث غامض وبالفعل توفى رئيس إيران في حادث تيارة أثار الجدل وقتها وتوقعت برضو تعرض لعب مشهور لأزمة صحية تؤدي لوفاته وهو دا اللي حصل بالضبط مع اللعب أحمد رفعت وكمان قالت في سنة 2021 إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هيرجع للوجهة الأعلامية من جديد وهيكون حاوله نوعين من الخطر والتهديد وبالفعل رجع ترامب للوجهة الأعلامية لأنه ترشح للانتخابات الرئاسية السنادي وكمان اتعرض لمحاولة اغتيال وتوقعت كمان توقف الرحلات وإغلاق المطارات وبرده هو دا اللي حصل لأن حركة المطارات والقطارات وبعد أنظمة البنوك والبورثة وقفت تماما يوم الجمعة اللي فاتت بعد ما حصل خلال تقني في شركة مايكروسوفت والناس رجعت تاني للحلقة اللي كانت من سنة فاتت وللسبب دا ليلى عبداللطيف بقى الترند اليومين اللي فاتوا بس يا ترى ليلى عبداللطيف دي ما بتغلطش يعني مفيش مرة كده تجلي منها والإجابة أن في مرات كتيرة توقعات ليلى كانت في شينك منها مثلا توقعها لجان عبيد برئيسة لبنان وده محصلش وكمان انتخاب دونالد ترامب رئيس للولايات المتحدة وده برضو محصلش لأن اللي فاس بالانتخابات هو جو بايدن لكنها طلعت في برنامج وقالت أنها مش هتغير توقعاتها وأنها لسه عند كلامها بأن جان عبيد هيكون الرئيس حتى لو عنده 80 سنة وأن توقعاتها مش محددة بوقت بس اللي حصل أن جان عبيد توفى أصلا بكورونا بس بما أن ترامب فعلا على وشك أنه يبقى رئيس الولايات المتحدة للمرة التانية فالموضوع غريب شوية والغرابة دي خلت الناس تتهمها بحاجات كتيرة ففي اللي قال إنها ماسونية واللي قال إنها جسوسة واللي قال إنها تشتغل مع المخابرات وبتاخد منهم أخبار معينة في أوقات معينة لأهداف معينة لكنها طبعا طلعت ونفت كل ده واتهمت اللي بيروجه الكلام ده بالتناقض لكنها قالت إن سبب توقعاتها غامض حتى بالنسبة لها وأكدت إن مفيش أي شخص في العالم يعرف السر ورى قدرتها على التنبؤ وإن السر ده عند ربنا وبس والحقيقة إن بشوف إن اللي وراها هو علاقتها لإن دي واحدة حرفيا عرفة طوب الأرض من أول زميل وأصدقاء في المجالات البسيطة اللي اشتغلت فيها في البداية لفنانين وأعلاميين وصفرة وانتهاءا برؤساء الحكومات والأمراء فأكيد هي بتستفيد من كل دول بس هستناكم تكتبوا رأيكم في التعليقات يا ترى مين اللي ورا ليلة عبداللطيف وما تنسوش الاشتراك علشان نتابع الجديد مع بعض ترجمة نانسي قنقر